كفتة السمك كالتالي كيلو فليه بولتي يعني احنا جبنا سمك بولتي وخلناها قوانتو ممكن من عند الراجل تشتروا البولتي مخلي على طول احنا عايزين فليه كيلو من الفليه ده ممكن طبعا لو انتم شعين تعملوا كيلو بالكامل تقدروا تعملوا كمية أصغر من الكيلو ده كباية بصل مبشور وكباية جزر مبشور كباية بطاطس مبشورة ودي هتدي قوام حلو جدا وطعم حلو جدا معلقتين شبط مفرومين ومعلقة توم مفروم ربع معلقة كمون معلقتين نشا ملح وفلفل اسود طيب بعد كده عندنا طبقة خارجية طبقة الخارجية دي هيعبرها عن دقيق وبيض وبقسمات نفس طريقة الفنيه المعتادة تعالوا بقى نشوف ده هيتعمل ازاي هبعد عني بس الوقتي كده ايه الدقيق والبقسمات وهودي معاهم البيض هناك حل هاجي هنا هاخد فردة جلاف كده ونشوف ازاي هنعمل الوصفة اللطيفة دي هاجي هنا واروح جايب لحم السمك نفسه احمد عايزنا بقعد ابعد لك الشربة دي شوية كده شو تتعرف تعيش حياتك يلا بيض هاجي هنا في القناء اللي قدامي ده وهاخد لحم السمك لحم السمك المفروم وبعدين هاخد رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود ورشة من الكمون مش هكتر كمون وهحط التوم والشبت بصو بقى هعمل ايه هاجي هنا كده هفرم ده وحط بصل يبقى كده حطيت على لحم السمك ملح وفلفل وكمون وشبت وبصل مفروم دلوقتي هحط البطاطس بس قبل ما حط البطاطس دي خطوة مهمة جدا مش دي بطاطس مبشورة ده مهم جدا اروح عامل كده وعاصرها عشان ما تبوزليش الشربة ما تبوزليش الكفتة عفو اروح عامل كده وعاصرها واخد التفل بس هاخد التفل اللي في ايه ده بس المايا اللي في ايه دي ناحية تاني مش هستخدمها اروح ننزل كده هنا بالإيه بالبصل بس كده تمام جدا وارجع تاني اكمل خلط اخلط كده زي ما انا شغال واروح واخد الجزر كمان ويه يلا ادي كده ايه خلطة اخيرة طب هل انا كده خلصت لا بص يا احمد بقى انا خلص حطيت المكونات كلها اللي هتديني نكهة حلوة وطعم حلو بس اصبح عندي مشكلة واحدة مشكلة ان الخليط غير متجانس الخليط ده صعب التشكيل بص كده صعب ان هو يتشكل فبعمل ايه حط بقى ايه رشة من النشا ودي تقليبة هتلاقي الخليط مسك وبقى زي الفل حطي رشة نشا تخلي القوام يتجانس بصي بعد ما حطيت النشا بقت كلها ازاي كتلة واحدة قبل ما حطي النشا ما كانتش كده وما كنتش اقدر اشيلها بالشكل ده فدي فايدة النشا هو ده اللي خلاني احط النشا على العجينة دي عجينة كفتة السمك شايفين وبعدين النشا مش باينة فيها لونها حلو جدا تمام هنزلها هنا تاني كده خلاص هاخد بقى كده ايه فرد يلا واحمد عبد الحميد المخرج هينزل لحضرتك يا امم حمد حالا بالمقادير عشان لو عاية كمان تصوريها بالموبايل عشان تعمليها بالزبط زي ما عملناها طيب على ما احمد يعمل ده هنعمل ايه خلينا نروق كده الحتة اللي عندي دي وحضر بقى موضوع البيض والبقسمات ده ونشوف هنعمل ايه بالزبط هاجي هنا هرح واخد البيض حطه في النص هاخده دقيق على الشمال والبقسمات على اليمين ونجيب بقى صغيرة من المية على البيض عشان نخفف اللزوجة بتاعته ونتبل كل حاجة بالملح والفلفل الدقيق والبيض والبقسمات ملح وفلفل اسود نفس الكلام هعمله على الدقيق ملح وفلفل اسود نفس الكلام هعمله في البقسمات ملح وفلفل اسود برضو وعايز اخلط دول هاخلط الدقيق مع الملح والفلفل عفواً البقسمات مع الملح والفلفل اسود والدقيق كمان والبيض خلطناه عندي اي احمد بقى اصبح عندي العجينة او خلطة الكفتة وعندي الدقيق وعندي البيض وعندي البقسمات والزيت موجودة اهو جاهز وسخن هعمل ايه هاخد كورة من العجينة دي وشكلها كده برفقة عشان دي هتبقى مشتهرة التشكيل بص اصبح عندي كورة اهيه ممكن تجيبهايلي من فضلك اصبح عندي كورة من لحم السمك المفروم اللي معاها بصل مفروم ومعاها جزر مبشور وبطاطس مبشورة معاها ملح وفلفل اسود وكمون وشبت بس هدي مكونات ورشة دقيق صغيرة هناخد الكورة دي حطها هنا في الدقيق مطلحة من الدقيق نعمل كده بعد ما مطلحة من الدقيق بنحركها كده زي ما انا بحركها علشان تنزل الدقيق الزيادة اللي عليها لان احنا برضو عايزين اي نعم احنا عايزين نعمل طبقة من الدقيق لك مش عايزين الطبقة دي تبقى سميكة يلا هناخد ده نسقطه هنا كده في البيض المخفف اللي هو البيض المضروب اللي محتوط عليه مياه عشان يبقى يخف طبعا ينفقى نحط لبن ينفقى نحط عصير لمون عصير برتقان ايان كان ناخد الكورة دي نحطها هنا في البقسمات وهكذا بس هكرر بقى الخطوة دي مرات متعددة يعني هعمل نفس الكلام ده كذا مرة لغاية مشكل عدد من الكورات كورات الكفتة في الزيت احمد هيجيب لوك دلوقتي شكل كورات الكفتة بعد ما طلعناها مزيد بعد ما تحمرت بصوا الطبقة الخارجية بتاعتها طبقة مقرمشة وحلوة جدا ومن جوه هتلاقوها طرية للغاية جربوا الطريقة دي هتعجب